موسيقى والثاني من التراث العربي القديم وهو كتاب عروة بن الورد ديوان عروة بن الورد العبسي كاملا أيضا مسجلا بالإضافة كما قلت أنه يمكن أيضا لمن يستمع إليه أن يراه أن الأبيات تنزل على الشاشة فور قراءتها كما سترون بعد قليل بالنسبة إلى الكتاب الناطق بتوجيه من السيد وزير الثقافة محمد الأحمد وأيضا بعمل مضني ومستمر من السيد المدير العام دكتور ثأردي تم اختيار مجموعة من الأعمال للكتاب الصوتي فالكتاب الصوتي الحقيقة هو يهم شرائح متعددة في المجتمع خاصة من دوي الاحتياجات الخاصة وبالإضافة إلى أنه يمكن للإنسان أن يعمل أي عمل ويسمع ويتواصل مع هذه القصص الجميلة التي تم اختيارها تم اختيارها من الأدب العربي ومن الأدب العالمي في الكتب التي اخترناها هناك مجموعة قصص للكاتب الروسي تورج تشيخوف وهناك أيضا قصائد جميلة جدا لشاعر سليمان العيسى وهناك قصص أيضا للكاتب عبدالله عبد اخترنا هذه النصوص الأدبية بين قصة وشعر لتناسب أعرض الشرائح الاجتماعية التي يمكن أن تتواصل مع هذه القصص موسيقى اشتركوا في القناة